السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم ماتكاترة نشرح مع بعض اخر جزء في الفرماكو كاينتكس احنا كنا قلنا قبل كده ان الفرماكو كاينتكس كنا بنقسمها الى اربع كلمات وكلنا قلنا ان الدواء لازم ينطقل معي ويروح معي للدم وقلنا بعد كده بيحصل بيتوزع معي من ويروح معي في التشوز المختلفة اللي موجودة معي في الجسم ويبدأ يديني الاكشن وبعدين في جزء بيحصل في الليبر او بيحصل قلنا ان الدواء بتاعي اما يدخل معي دايركت على فيستو على طول ويحصل لكونجيوجيشن هناك او لو كان محتاج ان يكون عليه بيدخل معي فيزوان الاول وبعدين بيعدي على فيستو ويحصل لكونجيوجيشن عشان يحصل على مور ووتر سوليبول برودكت المور ووتر سوليبول برودكت يقدر يخرج معي من خلال الكدني برى الجسم بسهولة جدا تمام؟ يبقى انا عايز اعمل ترمينيشن عن طريق الان اخلي الميتابولايتس وتكون مور ووتر سوليبول وتكون لسفارماكوليشكالي اكتب وتخرج معي برى الجسم هذا العموم بتاعي تمام؟ قال لي الميجور ارجان يخرج معي برى الجسم هو الكدني تمام؟ قال لي في اللونج في الرئتين بيخرج معي الجزوة اي غازات ممكن تخرج معي او الحاجات اللي هي بتكون الطيارة وتخرج معي برى الرئتين برى الجسم عن طريق الرئتين تمام؟ قال لي في عندي البايل اكسيكريشن احنا قلنا ان الدواء بتاعي لو حصلوا كونجيوجيشن في الليفر بيبدأ يتخزن معي في الجول بلادر وبيحصلوا سيكريشن منزل معي في الوسمول انتستين مع البايل تمام؟ بعد ما بغضم اكلة معينة وقال لي ان الدواء ده الكونجيوجيشن بيحصل عندي كده كومبليكس ما بين الدواء ما بين الجولوكيرونايت تمام؟ فبلاقي ان الكومبليكس ده بيتكسر معي عن طريق الانتستينا الورجانيزم او نورمال فولورا اللي موجودة معي في الانتستين عن طريق جولوكيروينديز انزايم هيبدأ يكسر الربطة او الكومبليكس ده فهيديني الفري فورم للدواء بتاعي زائد جولوكيرونايت كومباوند لو كان الفري فورم ده لسه او تحول الى ووتر سوليبل كومباوند هيخرج معي برا الجسم عن طريق الفيسز او الستول ولو كان لسه الليبت سوليبل كومباوند هيحصل له حاجة اسمها هيبدأ يدخل معي تاني في السيركيوليشن وقلنا ان كده هيزود معي البيو افلابيليتي او الديوريشن بتاع الدواء بتاعي وبقول عليها كده انا حصل معي انتيرو هباتيك سيركيوليشن خلاص طيب اتقالي برضو في بعض الطرق التانية ممكن يحصل لي فيها اكسيكريشن برا الجسم او الكسترارينا الروت بتكون عندي ماينور روتس اف إليميناشن للدواء بتاعي زي الملك وزي السويت ومسال على كده السالفانيلامايد اي لو اخدته اورل هلاقي ان السالفانيلامايد بتاعتوا بتخرج معي عن طريق السويتس برا الجسم خلاص كده طيب اه لو جينا نشوف معنا هنا الرسمة اللي موجودة في الصورة هنا المفروض ان انا في عندي كده رينال ارتري رينال ارتري ده المفروض لما بيروح معي عند الكدني بيتفرع معي الى فراين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول الافرنت ارتريول ده بيكون شايل معي البلد اللي في الويست بروتكتس واي حاجة عايزة عملدها فلتريشن جوه الكدني وبعدين بلاقيها دخلت معي عند الجولوموريولاي وعند الجولوموريولار كابدرس بيبدأ يحصل لها فلتريشن وبعدين بلاقي كمية الدم اللي اتنقض دي خرجت معي عن طريق افرنت ارتريول ومشيت معي في الكابدرس اللي موجودة معي لغاية ما تتوصل معي عند رينال فين وتتوصل معي او تروح لجميع اجزاء الجسم تمام؟ طيب المفروض انا عندي الدم بيحصل له فلتريشن عندي الجولوموريولاي فبقر اقول انه في عندي كده الجولوموريولار فلتريشن الفلتريشن اللي بيحصل ده بلاقي جزء كبير او من المية حصل له فلتريشن جزء كبير او من الجلوكوز جزء كبير من الامينو اسيدز وكمباونس دانيا بتكون ويست بروتكتس عندي حاجة زي النايتروجناس كمباونس كل الحاجات دي بحاجة بتنزل معي جوه الفلتريت اللي عندي في الرينال توبيول المفروض انها تخرج برا الجسم لكن كل الكمية دي انا في جسمي محتاج كتير منها زي الجولوكوز زي الامينو أسدز زي الوطر فجزء كبير منهم بيحصلوا ري أبسوربشن ويرجع تاني معايا للسيركيوريشن تمام طيب المفروض انا في عندي اضرب بتاعي قولنا ان هو ماشي معايا في الطيار بتاع الدم اللي هيحصل له فيلتريشن فبالتالي في جزء عندي من الادوية يحصل لها فيلتريشن قال لي ايوه قال لي الادوية اللي هيكون ليها هتقدر تعدي معايا من خلال الفلتريت وتنزل فيه تمام فقال لي الادوية لو كان سواء كانت بولر لابد سوليبل هتقدر تعدي معايا ويحصل لها فيلتريشن لكن لازم تكون في الفري فورم ما ينفعش تكون مسكة في اي بلازم بروتين عشان حجمها ما يكبرش او الكتلة بتاعتها ما تكبرش وما تقدرش تعدي معايا في طيب احنا قلنا برضو ان انا عندي الحاجة عشان تقدر يحصل لها فيلتريشن فبالتالي البروتينات الموجودة معايا في الجسم ما تقدرش تنزل معايا في لفلتريت عندي حاجة زي الألبيومن المفروض ما لايهوش في اليورين تمام طيب لو لايطه قال لي وقتها هلاقي في عندي مشكلة او انفراميشن حصل معايا في الكيدني قدى الى حدوث ان البورز الموجودة معايا في الجولمريولاي بدأت توسع ونزلت معايا بعض البروتينات الكبيرة اللي موجودة عنده في الجسم زي الألبيومن تمام ودي هنتكلم معنا طيب قال لي برضو يبقى انا الدواء بتاعي حصله فلتريشن نزل معايا عند الفلتريت ممكن الدواء ده لو كان لسه محتفظ بالليبت سيروبيلتي بتاعته ممكن يحصله باسيب ري أبسوربشن او باسيب تيبيولار ري أبسوربشن هيرجع تاني معايا للسيركيوليشن المفروض انا عندي كده البلوت فيزلس او الكابيلاريس اللي بتكون لازقة في التيبيولس بتكون يوني سيلر بتكون خلية واحدة وكذلك نفس الامر عندي في التيبيولس برضو بتكون خلية واحدة قال لي البلاء عشان المولوكيولس تتسهل انها تروح من التيبيول الى الدم وهكذا خلاص كده طيب يبقى انا عندي اللي حصل عندي باسيب ري أبسوربشن لبعض الليبت سوليبل كومباونس او بعض الليبت سوليبل دراجس اللي موجودة عندي طيب افرد الدواء بتاعي كان ووتر سوليبل دراجس اللي ده هيتحبس او هيبقى ترياب دكو جوه التيبيول وهينزل معايا في اليورن هيمشي بقى معايا في البروجز مال كومبوليتو التيبيول والديستر كومبوليتو التيبيول وهكذا ويوصل لغايا وينزل معايا في اليورن. خلاص طيب قال لي في بعض الادوية التانية همشي معايا الى كدهIf derate الى الكابولاريز اللي بتبقى Бري تيوبيلر كابلاريز اللي بتكون لازقه معايا في الد several weeks قال لي الايلاقي كده في كاريير معايا واقف عند التيبيول سيلقي بذلك كاريير ده لايق علية انا الاستراكشر بتاعي يليق على الاستراكشر بتاع الكاريير ده وقدر يمسك فيه تعالوا روح نجرب كده فلما يروح يجرب يلاقي نفسه عدى النحية التانية ووصل للتيبيول وقع بأترابد هناك وينزل معايا في اليوم خلاص كده فده أول وقتها حصل معايا حاجة اسمها Active Transport أو Active Secretion Active عشان احتاجت طاقة وعشان في عندي كارير هو لننقل الملكل بتاع الدوة بتاعي إلى النحية التانية خلاص كده طيب يبقى أنا كده عندي قلنا في عندنا حاجة اسمها في عندي Passive Tuber E Absorption وفي عندي Active Transport أو Active Secretion خلاص كده يبقى الرسمتين دول بيوضحوا الكلام ده فبيقولي إن في النهاية عشان يحصل معايا Execration لأي ملكل موجود معايا في الجسم Execration أو عملية Execration كلها بتكون ناتجة عن إيه ناتجة عن Filtration اللي حصل ده ناقص الكمية اللي حصلها Re Absorption من الفلترية اللي نزل معايا ده تمام يبقى كمية الفلترية بنقص منها كمية اللي حصلها Re Absorption وبجمعها معايا كمية الأدوية أو أي ملكل حصله Active Secretion وخرج معايا برى الجسم التوتل بتاعهم هم اللي اتنين بيكون هو كده عملية Execration خلاص طيب تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه كده بالتفصيل لو جينا نشوف عندي الرينا الهوتس اللي احنا لسه متكلمين عنها احنا لسه قاعدين في عندي تلات حاجات أول حاجة هي الجولموريو الفلتريشن ممكن نتكلم عنها بيقولي إن أنا بلاقيها حصلت معايا جوه الجولموريولاي فالأدوية بتاعت بتفلتر هناك وممكن جزء منها يحصل لها ترجع تاني معايا للسيركوليشن خلاص ودي احنا عرفناها وقلنا ان كل الأدوية بتاعتي سواء كان ببولر أو ننبولر لازم تكون لازمة بروتين هتقدر تعدي معايا من خلال الفلتريت طيب احنا قلنا برضو لو في عندي مشكلة في الكيدني حصل عندي فيها انفلاميشن لو حصل عندي انفلاميشن في الكيدني بقول وقتاً أنا في عندي حاجة اسمها نيفرايتس نيفرايتس آيتس اخر مقطع اي كلمة معناها انفلاميشن أو التهاب فقالي لو حصل معايا نيفرايتس هلاقي ان البورز الموجودة معايا بقت واسعة فبالتالي هتقدر تعدي معايا اللارج ملكلر ويت كومبانت زي الألبيومين وقتاً بقول لنا في عندي كده في الفلتريت نزل معايا ألبيومين في اليورين وبعد ما نزل معايا ألبيومين في اليورين بقى عندي ألبيومين يوريا بكمية كبيرة فيه كمية صغيرة شوية بتكون مسموحة إلى حد ما لكن لو عدت معايا بقى في اليوم كده حوالي 30 ميلي جرام وقتها بقول لنا فيه كده عندي ألب منيوريا وده كده مايكرو ألب منيوريا ودخلت فيه عندي كده مشكلة في الكدني تمام طيب قال لي برضو تاني حاجة نتكلم عنها هي الباسيف تيوبولاري أبسوربشن يعني إيه باسيف تيوبولاري أبسوربشن نحنا قلنا الدواء بتاعه لو كان لابسوربول هيقدر يحصل له أبسوربشن ويرجع تاني معي للسيركيوليش فبيقول لنا عموما إحنا قلنا الفلتريت لما يحصل له كده فلتريشن الدم بتاعه وينزل معي جزء فيه فلتريت قلنا هيكون فيه معي جزء من الووتر جزء من الجوليكوز الأمينو أسدز بعض الفيتامينز الحاجات دي في حالة دي نيوترونز أنا جسمي محتاجها فبالتالي أنا عايز أرجعها تاني للسيركيوليشن رجعها تاني للدم فبيحصل لها باسيف تيوبولاري أبسوربشن وترجع معي تاني للسيركيوليشن قلنا إن الدواء بتاعي عشان يقدر يحصل له باسيف تيوبولاري أبسوربشن لازم يكون في الأن آيونيز دي فورب لازم يكون لسيركيوليشن علشان يقدر يعد معي الناحية التانية لكن الأدوية اللي بتكون آيونيز دي ما بتقدرش يتعدي معي بتكون ترابد جوة التوبيولز وبيحصلها إكسيكريشن في اليوم بتخرج معي برا الجسم طيب إحنا نقدر نستفيد من حركة الباسيف تيوبولاري أبسوربشن اللي حصلت معي دي قال لي أيوة أنا ممكن أستفيد منها قال لي في حالة لو حصل لي توكسيستي من بعض الأدوية أنا عايز أخرجها برا الجسم أنا عايز أعمل إيه علشان أخرج الدواء برا الجسم إحنا لسه قايلين عايزين يكون ترابد جوة التوبيولز ويخرج معي عن طريق اليورد فقلنا الدواء ده هنحطه في بي إتش معاكسة لي يعني لو كان ويك أسيديك دراج هيكون آيونيز دي في أنهي ميديا هيكون آيونيز دي معي في الألقالين ميديام تمام طب لو كان ويك بيسيك دراج هيكون آيونيز دي معي في فين هيكون آيونيز دي معي في الأسيديك ميديا تمام فبالتالي قال لي أنا علشان أخرج أو أخرج أو أطلع الدواء برا الجسم هقدر أعمله فورسيد ديورسيز حاجة اسمها لأنا أكبره أن يخرج معي برا الجسم فقال لي أنا في عندي كده نوعين قال لي هعمل عندي حاجة اسمها فورسيد ألقالين ديورسيز وفي عندي فورسيد أسيد ديورسيز الفورسيد ألقالين ديورسيز ده بستخدمه المين لويك أسيديك دراجز عكسه بقى زي الباربيتيوريز قال لي علشان اعمل عندي الكلانيزيشن لليورين قال لي بابدأ اضيف مادة زي السوديوم بايكاربونيت وعلشان اساعد على عملية الديروس استحصل بسرعة هدي ديوريتيك هدي مدير للبول عندي حاجة زي الفيروزيمايت تمام وقال لي برضو علشان احافظ على مستوى السوائل اللي موجودة عندي في الجسم اللي بتاعة البيشنط بتاعة هاديله فلاوتز حاجة زي الجولكوز تحافظ على الطاقة بتاعته وابدأ كمان اديله حاجة زي النورمال صلاين احافظ على الكمية الفوليام بتاعة السوائل اللي موجودة عنده في الدم تمام فقال لي برضو ده بالنسبة للي نعمل عندي الكلانيزيشن لليورين بتاعة البيشنط يبقى انا لو عندي دواء ويك اسيدك دراج ويك اسيدك دراج زي الباربيت يوريت هقدر اعمل عندي الكلانيزيشن لليورين عن طريق اللي انا ادي حاجة زي سوديوم بايكاربونيت ادي ديوريتيك زي الفيروزيمايت ودي فلاوتز زي الجولكوز وينورمال صلاين خلاص كده طيب قال لي لو انا عندي بقى قال لي ده هعمل اسيدифيكيشن لليورين بتاعي وقتها انا هابدى اضيف مادة تعمل عندي اسيديفيكيشن لليورين زي الامونيوم كلوايب فقال لي والله لو عندي دواء زي المورفين زيالانفيتامين زي الاستريكنن الأدوية دي بحط انا بعمل عندي اسيديفيكيشن لليورين عن طريق اللي انا بعمل عندي بحط اللي هو زي مدير Espina زيوا يجليكوز خلاص كده طيب كده ده بالنسبة لي الباسيب ري ابسوربشن او باسيب تيوبيل الري ابسوربشن ازاي ممكن يقدر نستغل الموضوع ده اللي انا عمل ازود عملية الالمينيشن لبعض الادوية اللي انا مش عايزة وخارجة بر جسم عن طريق عملية الفورسي دايورسيز هيجي لكيس يقول لك في واجل حصله تكسيستي من الدول فلاني الدول فلاني ده تطلع ان هو ويك اسيدك درب وقتها خارجه وزاي بر الجسم فلقابلك اختيارات هتختار من ضمنها انك تعمل عندي فورسي دايورس خلاص او انت تبدأ تقول الاقتراح بتاعك في الامر ده على حسب بقى الكيس هتجي لك كتابة ولا هتجي لك اختياري خلاص كده طيب قال لي طيب ثالث حاجة نتكلم عنه هي الاكتيف تيوبيلر سيكريشن الاكتيف تيوبيلر سيكريشن قلنا انا الدول بتاقي بيروح عندي كارير ويبقى يخرجه معايا وينزله في التوبيرز وينزل معايا في اليورو خلاص كده فقال لي انا ممكن الاقي في بعض الادوية ممكن يحصل لها اكتيف سيكريشن زي الاورجانيك اناينز زي زي الاورجانيك كتينز عندي حاجة زي تدرا ايسايا لامونيوم عندي حاجة زي الحاجات دي بيكون عليها بوسط وبالتالي بيحصل لها اكتيف سيكريشن خلاص كده طيب المفروض ان انا في عندي برضو اكتيف سيكريشن ممكن استفيد منه برضو في العمالة دي قال لي ازاي قال لي انا ممكن اخلي دويني يتنفسوا مع بعض على نفس الكارير وواحد فيهم يطرد التاني من على الكارير ويخرج هو الاول ويحبس الدواء اللي انا محتاجي التأثير وبتاعي يفضل مستمر معايا في الجسم او لعكس تكسبه لو انا عايز اصرع خروج دوا معين ممكن ادي له دواء تاني معي بحيس ان انا استفيد من تأثير الدوا الثاني واخرج الحاجة اللي انا مش عايزها دي تمام؟قال لي مسال على كده عندي مسالượ كده مين قال لي في عندي ممكن يحصل عندي انتر اكشن على ممكن يحصل عندي على تدي hub قال لي في عندي مثالي مهمين جدا قال لي لو في عندي دوسس وقلي بالك انها من السلسلي او الاساتيل سلسليك اسد قال لي هتعمل عندي على الركست الماثلم الموجودة عندي على التوبيولز مع اليوريك أسد اللي اتنين هيتخنقوا مع بعض تمين فيهم يفوز قال لي السلسلات هتخرج هي وهتسيب اليوريك أسد تحبسه جهو الجسم فوقتها اليوريك أسد هيحصل له ويحصل له أكيوموليشن ويتراكم معي في الجسم فيقدي معي إلى حدوث مرض اسمه الجاوت أو النقرس المرض الجاوت أو النقرس ده مرض بيجيلي بسبب تراكم اليوريك أسد في الجسم نتيجة اللي أنا أكلت أكل فيه بيورينز كتيرة زي مثلا للحوم تمام فبدأت تديني يوريك أسد ويوريك أسد تراكم بدأ يتراكم معي في الجوينز في المفاصل الموجودة عند في الجسم وعمل فيها انفلاميشن رهيب جدا تمام فبالتالي السلسلات في اللو دوزيس بدأت تسبب تراكم اليوريك أسد في الجسم وبالتالي حصل معي يا جوت فقال لي برضو هي حتة مش عليكم بس تعرفوها المفروض السلسلات في اللارج دوزيس اكتشفوا إنها بتمنع بقى الري أبصورب شام بتاع اليوريك أسد طب لو منعت الري أبصورب شام بتاع اليوريك أسد إيه اللي هيحصل قال لي اليوريك أسد مش هيقدر يتراكم معي في السيركيوليشن الكونسنتريشن بتاعه هيقل وبالتالي هيكون ترابد معي جواة توبيولز وهينزل معي في اليورين وبالتالي الليفلز التعطف في الجسم ايه أخبارها هتقل تمام فوقتها قال لي ألاقي إن اللارج دوزيس من السلسلات أو من الأسبرين دي بدأت تعالج الموضوع بتاع الجوتة فالناس اللي عندها جوت أحيانا بيتكتاب لها أسبرين في العلاج بتاعه باللارج دوزيس تكون تلتمية خمسة عشرين ميلي جرام أو أكس تمام ما تكونش الحاجات الصغيرة بعد خمسة وسبعين ميلي جرام والكلام الصغير ده خلاص كده طيب قال لي تاني مثال برضو هنتكلم عنه هو البروبنسيد البروبنسيد مع البنسيلن البروبنسيد مع البنسيلن اللي اتنين بيتخنقوا مع بعض عندي الكاريير سيستم المسؤولة إنها تخرجهم معي بره الجسم فيبدأوا يعملوا إيه قال لي بروبنسيد اللي يقفلت أعلى من البنسيلن على الكارييرز وهيبدأ هو يخرج ويسيد البنسيلن بره جوه الجسم تمام فوقتها هلاقي إن البنسيلن بتاعه بقى أطول تأثيره بفضل مستمر أطول والبيو أفلابيلت بتاعته بقيت أكبر تمام فبالتالي قال لي أنا بدأت أستغل الموضوع ده البنسيلن أنا بأخذو كأنتيبيوتك مضاد حيوي أنا عايزو يكون طويل المفعول تمام فوقتها بدأوا يقول لك خلاص إحنا ممكن إدي مع البنسيلن دواء تاني يمنع خروجه بره الجسم ويأخر خروجه تمام وبالتالي تأثيره هيكون مستمر الفترة طويلة فبدأوا يخترعوا لي حاجة اسمها البنسيلن طويل المفعول فبدأوا يحطوا له كده باكت جمع بعضها فيه عند البنسيلن زي البروبنسيد في عبوه الدواء واحدة بحيث إن البروبنسيد يتخانق مع البنسيلن عند التوبولز عند الكاريير سيستم اللي هناك والبروبنسيد يخرج بره الجسم ويسيب للبنسيلن فترة أطول يدور في مسافة أطول أو في فترة أطول لغاية مادييني الإفكت اللي أنا محتاجه وبقول عليه كده بنسيلن طويل المفعول كده بفضل الليل الحمد لله خلصنا جزء الإكسيكريشن كله خلصنا كده جزء الفرماكو كاينيتيكس بإذن الليل المحاضرة الجاية هنتكلم عن الفرماكو دايناميكس وهنبدأ ندخل في الموضوع بشكل كبير شوية لكن هو سهل جدا مرضي في الموضوع أتمنى لو حد يحتاج أي حاجة يكلمني أي وقت وربنا عنكم وفاقكم شكرا